نروح إلى قصص أخرى مبارح كنا معنا مداخلة مع محمد حمدي وإحنا بنعمل أي مداخلة بنبقى عارفين المداخلة دي في ناس هتتضايق منها ولا لأ إحنا ما بنقصدش أبدا أن نضايق حد إحنا بنجيب أحيانا المداخلات وإحنا جايبين الرد عليها وبننتظر ردود أخرى والمجال مفتوح للرد على أي حاجة في أهلي أو في زمالك أو في أي نادي أعتقد تعودنا على كده وإحنا برضو تعودنا على أن في ناس بتزعل وبنأكد لهم أن إحنا ما بنقصدش نزعل حد طيب محمد حمدي لعب الزمالك السابق كانت كلم معنا وقال بعض المعلومات رد عليها الأستاذ عمر أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك النهاردة في تصريحات خاصة لبرنامج الماتش عبر الزميل محمود فؤاد ووضح كيف يتعامل الزمالك في ملف ما يطلب به اللاعب وأنه هل اللاعب من حقه أساسا يشتكي نادي الزمالك ولا لأ وهل اللاعب يستحق 2.5 مليون زي ما قال مبارح ولا مبلغ أقل وهل اللاعب خد فلوس اللاعب قال لأ ولا خد بحسب ما بيقول الزمالك تعالوا نستعرض ما قاله الأستاذ عمر أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عبر تصريحاته الخاصة لبرنامج الماتش قال اللاعب محمد حمدي مدافع الزمالك السابق كان يحق له الحصول على مستحقات مالية متأخرة بقيمة 320 ألف جنيه عقد محمد حمدي مع الزمالك كان لمدة أربعة مواسم وكان يحصل في الموسم على 700 ألف جنيه أمير مرتضى منصول المشه في العام السابق على الكرة اجتمع مع اللاعب بشأن إنهاء أزمة مستحقاته المالية المتأخرة ووقع على تسوية ووقع اللاعب على تسوية وحصل على مبلغ 160 ألف جنيه ويتبقى له فقط 160 ألف جنيه النوطة دي مهمة قوي عضو مجلس دورة الزمالك بيقول إن معه وراء فيه اللاعب وقع على تسوية إنه ياخد المية وستين زائد المية وستين خد منها بالفعل مية وستين وده اللي كان قاله لنا المبارحة الكابتن أحمد سليمان ونقص له بس مية وستين ألف جنيه وهو وقع بالفعل على إقرار إنه خد المية وستين ألف جنيه وإنه نقص له زيهم وبالتالي مش من حقه تبقى للإقرار ده أن يتقدم بشكوى ضد الزمالك سواء داخل مصر خارج مصر وفي أي محكمة أو الفيفا بل وقام بالبصم على هذا الإقرار وتم تدوين بياناته ورقم بطاقته الشخصية بس يعني مية وستين ألف جنيه المتبقية والزمالك بيقول إن هي هتتدفع بشكل طبيعي في رد الأستاذ عمر أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المحترم المحترم جداً وده الحقيقة هو يعلم احترامي له وأنا أعلم احترامه ليه بدليل رسائله الدائمة ليه قبل أن يصبح عضواً في مجلس الإدارة في مجلس دارة نادي الزمالك دائماً ما كان يشيد بتغطياتنا المهنية كان دائماً بيستخدم كلمة المهنية في إشادته بشغلنا إحنا الحقيقة بشكر أي حد بيشيد بينا وبشكر أي حد بينتقدنا لكن الحقيقة إن إحنا بنقيم شغلنا تبقى لمعايير درسنها ومعايير حطها القناة ومعايير حطتها البرنامج لنفسه بننتظر الإشادات بنحبها بننتظر الانتقادات بنحبها كله بيفيد وإحنا في الآخر مش في خصومة ولا اخناقة مع حد ولا مع أي نادي ولا مع أي شخص فمن ضمن من أشاده بنا دائماً الأستاذ عمر أدهم قبل أن يتولى المسئولية في منصب رسمي كان بيبعث لنا دائماً بسبب مناقشتنا لقضايا الزمالك في عهد المجلس السابق وبيشكرنا على مهنيتنا وبيضف لنا أحياناً آراء أنا بشكل شخصي هاني هو النهاردة ربما استاء من حاجة فوصفنا بعدم المهنية أنا عادي بنتجاوز دا ردت عليه على التويتر وخلاص حاجة بسيطة جداً عادية جداً لكن دا لا يقلل من احترامي له ومن احترامي لمجلس دارة الزمالك بالكامل ولنادي الزمالك وجمهوره الكبير زي أي نادي في مصر ونعلم أنه لا يقلل من احترامه لنا ولمهنيتنا يعلم جيداً أستاذ عمر أدهم هذا الأمر ويعلم جيداً حبنا وتقدرنا الشديد له اشتركوا في القناة